اشتركوا في القناة هاي الهجم اللي راحضناه خلال الاسبوعين الماضيين في الصحافة الاسرائيلية وعلى لسان تصريحات مسؤولين كلهم من اليمين الاسرائيلي والهجوم على الملك والدعوة لانتفاضة بالاردن والدعفة لقامة الدولة الفلسطينية بحيث انه لانه السكان في الاردن حسب قولهم اغلبية فلسطيني والاخري انا باعتقد هاي جزء من الغضب الاسرائيلي علينا على الاردن وعلى الملك نتيجة المواقف الاخيرة اولا الاردن وعلى لسان الملك رفض التهديدات اكثر من مرة الاسرائيلية وجاوبهم وكان هناك ايضا يعني توجيه في احد الزيارات الملك للقيادات العامة واللقاءه مع كبار الضباط انه احنا سنرفض اي طرح لا يقيم وزنا للخطة السلام اللي هي قائمة على اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس واي حديث عن وطن بديل او توطين هذا مرفوض هذه الهجمة الان استعرت لانه الاردن اصر على عدم تمديد التأجير لمنطقتين البقورة والغمر انت بتعرف ان تم استعادتهم بال94 وليس الان للسيادة الوطنية في توقيع معاهدة سلام 26 ولكن تم تأجيرهم ليهود يدخلوا بتطاريح خاصة في المنطقتين لغاية 25 سنة والسنة الماضية كان الملك اعلن انه يعني خلص واعطيناهم المهلة السنة المحددة بالقانون المعاهدة وبالقانون الدولي وانتهى زائد رفض الاردن وتوجه الملك للعالم كله مخاطبا اياهم برفض خطة نتنياهو لضم المستوطنات وضم غراض الاردن الى اسرائيل والتي انا بعتبرها اعلان حرب يعني هم الان احنا بنطالب بالسلام هم بطالبوا بالحرب يعني الآية معكوسة زمان كان العرب بطالبوا بالحرب والمدافع وكذا والاغاني كلها بالستينات وتذكر ايام مصر وغيرها الان احنا بنطالب بالسلام ويقام الدولة الفلسطينية تنهي الصراع انا بعتقد انه يعني زي ما حكى جلالة الملك في احدى محاضراته انه ثلتي الصراع اللي في الشرق الاوسط سيزول اذا اقيم الدولة الفلسطينية للفلسطينيين وتم تقرير حق العودة والتعويض وعاصمة القدس عاصمة فلسطينية وجزء من فلسطين يعني كمان احنا الان اذا بتلاحظ انه هاي الهجمة تأتي يعني متساوقة مع بعض يعني عدة صحف اسرائيل هاي يوم يعني غيرها هو الكل بيهاجم بس انا كمان في هذا الاطار اسمح لي سيدة رمضان ولما بتكون هذه الهجمة قائمة مستمرة متواصلة اشتركوا في القناة